قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندر اقتراحا برغبة يقضي بأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتشجيع المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية على حفظ القرآن الكريم وتدبره مقابل إعفائهم من تنفيذ ما تبقى من مدة الحفز المقضي بها أو بعضها مواضحا أن الهدف الأسمى للعقوبة بخلاف الردع الخاص هو ترميم الشخصية الإنسانية وتطهيرها من دانسي الجريمة التي لحق بها والعودة بصاحبها بعد إصلاحها إلى المجتمع ليشارك في دفع عجلة العمل الوطنية